تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكر هذا وتواصل توافد المصريين وسودانيين ورعاية دول عبر معبري أرقين وقسطل الحدودين ولمزيدين من المتابعين ينضموا إلينا عبر الهتف مرسل تلفزيون المصري زميل محمود جميل محمود يعني أرحب بك على شاشة التلفزيون المصرية صف لنا المشهد لديك نعم بعد التحية لازلت الجهود تتواصل لاستقبال الوافدين عبر الحدود المصرية وتحديدا عبر معبري قسطل وأرقين في نقل الوافدين وتوفير كل الخدمات لهم خاصة من هذه النقطة التي نتواجد بها وهو ميناء أبو سنبل النهري الذي يستقبل العبرات التي تأتي تباعا لنقل الوافدين وأنا أتحدث إليكم الآن وصلت هذه العبارة الآن التي تنقل العديد من الوافدين من معبر قسطل وتحديدا من مرسى حجر الشمس وصولا إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري كما ترون في هذه العبارة التي استحدثتها محافظة أسوان منذ أيام للعمل ليلة نهار لنقل الوافدين من معبري قسطل وأرقين هذه الحافلات ستبدأ في النزول الآن بعد أن ترسى العبارة على هذا المرسى في ميناء أبو سنبل النهري فهذه الحافلات ستبدأ في النزول لتتوجه إلى إما مدينة أسوان أو موقف كاركر الدولي أو حتى إلى محافظة القاهرة أو أي من المحافظات هذه الحافلات بعد أن تغادر هذه العبارة هناك عدد من الحافلات أيضا ينتظرون خارج هذه العبارة في الميناء ليعودوا مرة أخرى إلى معبر قسطل لاستقبال عدد أكبر من الوافدين هذه العبارة تظهر وجود ما يقرب من ثلاثة أوتوبيسات وبعض سيارات النقل الثقير ربما هذه السيارات تحمل عدد من المواد الجذائية وهذا يشير إلى ما تحدثنا به أمس إلى عودة حركة التجارة بين مصر والسودان في إرسال عدد من المواد الجذائية واستقبال عدد من رؤوس الماشية من السودان الشقيق أيضا هناك عدد من المواطنين السودانيين الذين بالطبع يستقلون هذه العبارة وأيضا سيبدأون في الترجل الآن تبدأ هذه السيارات سيارات النقل الثقيل أو حتى الأتوبيسات في النزول لتتوجه إلى القبلة التي يتوجهون إليها إما لمحافظة أسوان أو حتى إلى القاهرة أو أي محافظة أخرى عدد كبير اليوم من الوافدين قد وصلوا وهذه هي الحمولة الثالثة أو يعني العملية النقل الثالثة التي تمت منذ صباح اليوم وتنقل هذه الأتوبيسات وهذه الحافلات وهناك عدد كبير آخر ينتظر للرجوع إلى معبر قسطل واستقلال عدد آخر عندما تحدثنا أيضا مع بعض سائق الحافلات أكدوا على توفر كل الخدمات للسودانيين من مجرد دخولهم إلى معبر قسطل فيما يتعلق بالدعم الجذائي أو الدعم الطبي والصحي وأيضا يعني السائقين يقومون بعملية التبادل في الحافلات التي تذهب إلى قسطل والحافلات التي تنتظر هنا في ميناء أبو سنبل أمنهري لتنقل كل الحافلات التي تأتي إلى هنا في ظل تواجد أو عمل العبرتين التابعتين لمحافظة أسوان أو حتى العبرتين التابعتين للقوات المسلحة هذا مع استمرار المجهود واستمرار التوجهات من محافظة أسوان بالطبع تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الخدمات هناك زيادة في عدد الحافلات التي تنقل هؤلاء السودانيين يعني كما نرى الآن عدد كبير من السودانيين الذين يعني في هذه الحافلة الممتلئة عن آخرها أو في هذا الأوتوبيس الممتلئ عن آخره وهناك عدد آخر من الأوتوبيسات التي أيضا ستبدأ في النزول الآن تحمل عدد كبير هذا العدد يزداد يزداد كل يوم بوصول أكبر عدد من الوافدين السودانيين يعني كما ترون الآن أيضا بعض الأوتوبيسات التي تبدأ في النزول للتوجه إلى مدينة أسوان أو حتى موقف كركر الدولي فكما نلاحظ ونشاهد هناك عدد كبير من الوافدين في هذا الأوتوبيس يعني هذا الأوتوبيس سيتوجه إلى القبلة التي يريدها وبه عدد كبير من السودانيين يعني يلقون بعلامات الترحيب ويعني ربما تكون الشكر وهو يعني كما تحدثوا في السابق أنهم يوجهون كل الشكر والتقدير للسلطات المصرية على كل هذه الجهود فتتواصل الخدمات ويتواصل كل الدعم لكل الأشقاء السودانيين خاصة الدعم الإنساني الذي ربما بعد الاتفاق الهدن في المملكة العربية السعودية بين أطراف مجلس السياد الانتقالي وأيضا قوات الدعم السريع ربما هذه المساعدات ستكون أكثر وأيضا ستتمكن من الدخول إلى السودان الشقيق لمساعدة الأشقاء السودانيين في هذه الأزمة فهذه هي الصورة من ميناء أبو سنبل النهري وتتواصل هذه الصورة تباعا ربما المترجلين أيضا والميكروباسات وأيضا سيارات النقل السقيل حركة كبيرة تتم الآن داخل معبر أبو سنبل حسنا مراسل تلفزيون المصري زميلة محمود جابين شكرا جزيلا لك